موسيقى صحر الدباس وهي مديرة وحدة التدريب في مؤسسة لويك صباح الخير أهلا وسهلا أهلا بيك يسعد صباحك هيثم كيف حالك تمام الحمد للأهلا وسهلا فيك شرفتينك صباح الخير نحن نحب مهرجان الفكر الجديد كل سنة عن سنة يعطينا أفكار مميزة أفكار إيجابية اللي حلو فيه أنه الصبغة العامة لكل المهرجان هي الإيجابية الإشي اللي نحتاجه بجوزة بمجتمعنا كتير هاي الأيام تمام يسعد صباحك شكرا لإيلاك شكرا لرؤيا على هالاستضافة اللطيفة صباح الخير بنقوله صباح الأمل اللي هو الآن عم بنقص شبابنا بهاي الأيام السنة في كريستان قرروا يكون الثيم هو لسعد أمل أنه يكفينا نظل شبابنا دائما محبطين وبيلعنوا وما في عندنا فرص وما فيه وما فيه وما فيه وما فيه أماكن نروحه وكل هاي اللي أنا بسميها لعنات الآن في كريستان بالتعاون مع مؤسسة الجود السنة قرروا بأنه يصير فيه أمل مؤسستنا هي مؤسسة لويك الآن السنة هي الذراع التنفيذي للمهرجان ومشاركتنا للسنة الثانية على التوالي كوننا إحنا مؤسسة طونا بتدريب الشباب تأهيلهم هدفنا الرئيسي هو تأهيل شبابنا الأردني بالفئة العمرية بين 16 إلى 24 ليكونوا مواطنين فاعلين قادرين على إعطاء مجتمعهم الخدمة الأساسية والبناء فالأمل فيهم لهذا العام إن شاء الله يعني هون الحديث بيقودنا قبل ما نتعرف على مشاركتكم في فكريستان المؤسسة نفسها يعني لويك بماذا تعنى؟ لويك فعليا هي مؤسسة محلية وطنية تعنى بتدريب الشباب بشرفنا نقول دائما أنه تقدم برامج كبيرة ولكن أبرز برامجنا هو خدمة المجتمع ألا وهي ثقافة التطوع اللي الآن كل العالم عم بيحكي فيها تحاول لويك دائما زرعها بمفهوم جديد بطريقة جديدة أن نحفز الشباب على خدمة مجتمعهم على زرع مفهوم الانتماء من خلال العمل المجتمعي مش بس شعارات أو حكي نقدم برامج كثيرة تبدأ بتطوير المهارات الشخصية واكتشاف ذاتهم وننطلق إلى مهارات العمل ومهارات الحياة ومن ثم زي ما قلنا الأساسي هو خدمة المجتمع والتطوع في داخل المجتمع المحلي حالو حالو جميل جدا طيب نحكي عن علاقتكم مع فكريستان هاي ثاني سنة التوالي نعم هذه العام الثاني على التوالي نشكر نحن مؤسسة الجود على فكرة الفكريستان اللي هو خلينا أقول المنبر اللي فعلا عم بيبث الطاقة الإيجابية بيبث الأمل بيبث أول الطريق للشباب حتى معلش أحكي بالبساطة بينكش مخهم بلش فكر كيف تغير بلش فكر كيف تسوي إشي فكريستان غير بنفسك مؤسسة الجود للسنة الثانية كل سنة عم نطلع شعار أو منطلع خلينا نقول ثيم عام للمهرجان السنة احنا مشاركين فيه كذراء زي ما قلتلك استراتيجي بحب أقول أنه كل المتطوعين والشباب اللي بيشتغلوا في الفكرستان هم من مؤسسة لويك تم تدريبهم على بعض المهارات اللازمة خلال المهرجان كل المتطوعين عفوا كل المتطوعين بكل الحارات مش بس مشاركةكم انتو نعم في كل الحارات هذا الهدف الأساسي بالإضافة إلى ثلاث مواقع أساسية لمؤسسة لويك تشارك فيها لهذا العام من ضمن يلا نغير تحت شعار يلا نغير يلا نبلش نفكر بالأمل بشكل عملي نعم ومش بس شعارات نعم جميل جدا طيب نفوت في المشاركة نفسها يعني فعليا هاي السنة في عندكم حارة التراث وفي عندكم مختبر الشخصية تمام نحكي عن مختبر الشخصية فكرة كتير حلوية ايش هي بالضبط فعليا هي التجربة حقيقة فريدة من نوعها أنه كل الشباب أو كل العالم من ضل يعني أنا مرات بأحزن على الشباب من ضل نلومهم سووا اعملوا غيروا طب ما هو خلينا نوقف بالأول هل هذا الشاب يعرف نفسه هل بعرف شو شخصيته هل يعرف ما هي نوع الشخصية اللي عنده شو صفاته فخرنا السنة بأنه ينبدأ بأول حارة اللي هي مختبر الشخصية مختبر الشخصية عبارة عن مختبر بيدخل الشاب عليه بتعرف على نفسه ولأول مرة بيبدأ يحكي مين أنا شو صفاتي ما هي المهارات الأساسية اللي عندي بداية بيقدم أونلاين على موقعنا لويك جوردن بيعبي اختبار مش اختبار عفوا اي ما فيهوش اي معايير اختبار مدروس علمي بيقدمه ضمن برنامج اسمه ديسك بيعبي في بعض الأسئلة وبالتالي بيطلع عنا احنا نتائج هذه الشخصية شو نوعها هل هو دي او آي او اس او سي بيطلع الرزلت عنا بس يجي على المهرجان وبياخذ الرزلت تبعه لانه مثلا هيثم هو شخصيته دي تمام بيدخل على المختبر بيروح بتوجه على قسم دي شخصية دي فبيعد مع مستشار بيحدثه عن شخصيته انت مثلا شخص قيادي انت عازم انت سريع الغضب انت سريع الانفعال بيعطيه ضمن دليل ارشادي تم تحذيره من قبل مدربين متميزين انه ما هي نوع شخصيته وصفاته بينتقل على المرحلة التانية احنا بسمينا دكتور المختبر وهو من سيكتب له رشدة او يكتب له قائمة نصائح قائمة دورات او خطوات لازم يعملها حتى تطور شخصيته فبيلزمه مثلا خلينا نقول دورة انه ادارة الغضب بيلزمه انه يطور مهاراته مثلا اجتماعية بيلزمه مهارات تواصل فبيتم وضع هاي النصائح او الارشادات او احنا سميناها الرشدة وبياخدها الطالب تبقى معه دليل ممكن العودة الى في اي وقت وبالتالي بتساعده يحط ايده من هو شو صفاتي شو بناسبني لانه ما بدنا هذا التوهان اللي موجود الان عند الشبه هو لا يعرف من هو حتى يقرر ماذا يريد ان يحقق في المستقبل نعم حلو كتير يعني الى التست موجود انلاين اصلا حاليا موجود نعم موجود انلاين ومن لم يستطع لانه المهرجان يوم السبت والاحد 27-28 فلوياك نزلته على موقعها لوياك جوردن بالاضافة لالفكر الجديد او مهرجان الفكر الجديد كمان موجود بقدروا يعبوه الريزلت او رادي تكون موجودة انه بس يوصل على المهرجان ومنعطيه النتائج حلو ها اونلاين ما رح يطلع له نتائج منحاول ما يطلع له حتى يضل في يعني غموض لا لا بيعطي اسمه ضمن الريزلت اللي عنا مجرد انه يعطانا اسمه فبيطلع النتيجة ان هو شخصيته شو نوعها بيلزق الباجة او الستيكرز وبدخل على بقية اقسام المختبر ومن ثم الى الدكتورة حتى تعطيه روشيتا شو يعمل حلو حلو يعطيكم العافي يعني جهود كتير كبيرة يعني الله يخل ممكن الاف الاشخاص يعملوا هذا التست فبالتالي يعني تتوقعوا الاف الزائرين وبالتالي يعني ضغط كتير كبير وكل هاي رزلت تكون جاهزة وموجودة ان شاء الله تعالى بقولك لانه احنا عنا متطوعين يابعو له عدد متطوعين بالمهرجان 45 متطوع لكل الاقسام ولكن مؤسسة للك لوحدة بالمواقع الثلاثة عم نحكي عن 25 متطوع اخرين كمان تم اعطاءهم المهارات الاساسية وتدريبهم حتى يقدر يقوموا بتقديم خلينا اقول الشكل الافضل للمهرجان شاء الله حلو جميل جدا يعني دي مبادرة مهمة بالنسبة للشباب يتعرفوا على شخصيتهم اكتر يعرف وين مواقع الضعف مواقع القوة في شخصيتهم بالتالي هي الدفعة اللي راح تخليهم يبلشوا ينطلقوا في حياتهم بناء على الاشياء اللي عرفوا هي الخطوة الاولى ان يضع يده على نفسه من انا شو شخصيتي شو المناسب الي حتى ما يتوه زي ما قلنا يكون عارف بالضبط هو ايش ايش مهاراته ايش قدراته ايش بنلزمه جميل جميل يعني عم نستنى انا شخصيا ان شاء الله بعد الفقرة دايرك على طول اه اعمل هذا التست فعلا يعني كتير متشوئ يعني صراحة انه عمل هيك تست وواحد يتعرف على حاله حلو حلو كتير طيب في مشاركة اخرى حارة التراث الآن الحارة التانية التراث السنة فعملنا انا بمؤسسة لياك جماعة عدد من الشباب وبلشنا نحكي بمرحلة انه شو بتفكروا شو ممكن يفيدكم فاخدنا كتير من الملاحظات بالمؤسسة وعلى اساسها وضعنا الخطة واتفقنا مع مستر واقل مستر ماهر عفوا بانه حارة للتراث بعد ما خلصنا مرحلة المختبر وعرف ذاته لابد ان يعود الى هويته هاي ما لازم ننساها تراث الماضي هو الاساس هو هويته الاساسية فحارة التراث شيء جميل جدا لهذا العام تحتوي على كل الاشياء اللي عم ننساها يعني الحارة تبدأ من الاخلاق او العادات القديمة كمثل الزفة العرس والعرس وفي مؤسسات عظيمة الحقيقة في الاردن عاملة كتير اشياء عن التراث بالاضافة الى معرض صور قديمة للاردن عن تاريخ الاردن ومن ثم ننتقل الى موقع لوياك اللي هو ديوان لوياك ديوان لوياك هايثم هو الاعدة القديمة الكراسي القديمة البسيطة الاكل اللي كنا ناكله يعني يمكن كين من شباب روش والقطين وشو الزبيب وشو الاشياء الصحية الجميلة اللي كانت زمان ورح يجي شخصية كبيرة في العمر تتحدث مع احفادها بالكلام البسيط احنا منقول بيخرفهم بدوا يتحدث معهم عن الماضي كيف كانت الناس قبل كيف كانت علاقاتهم كيف التواصل الجميل اللي بينهم الآن معظم الشباب بطل في عندهم مهارات تواصل بسبب الحياة السريعة والتكنولوجيا الكبيرة فبدوا يعد معهم بهذا الديوان ويتخرفوا ويتحدثوا بماضينا عن اخلاقنا القديمة الجيران العونة علاقة الأهل ببعض كيف كانت لمة العيلة كيف كان الناس الشاب لما يمشي بالشارع كيف يمشي كيف احتراموا للأشياء للممتلكات العامة كيف كانت القيم القديمة حتى نقدر نزرعها أو نرجع نطلعها من دواخل هذول الشباب طبعا طبعا يعني بحكوا اللي ماله قديم ماله جديد فموضوع الهوية والرجوع إلى الجذور بالنسبة للشباب قديش يعني حضرتك عندك خلفية تعليمية وتربوية وأيضا اشتغلت مع عدة مؤسسات بتوعنا في تدريب الشباب يعني منها إنجاز ومنها حاليا لويك وكنت في وزارة التربية والتعليم أيضا قديش بتشوف الشبابنا حاليا عندهم هاي القيم موجودة وكيف بفعلوا هاي القيم في حياتهم هل فعلا فيه انفصال بين القيم المتجذرة في مجتمعنا وبين العصر الحالي اللي نحن نعيشه خلينا نقول هو لا يمكن التعميم عادة الإنسان لا يمكن التعميم به أحد الأغالية الكبرى أنه تعمم قاعدة على البشر الآن الشباب زي ما قلتلك يعني تطلع عليهم هما بيحزنوا هما ليس لديهم خلينا نقول طاقة ليس لديهم أمل بسبب الظروف المحيطة وبسبب الأوضاع الاقتصادية وغيرها الآن لابد من العودة إلى الهوية حتى يقدر يمشي على المستقبل هي موجودة داخله القيم يعرفها تماما من مجتمعاتنا الحمد لله أهلينا وحتى الإعلام الأردني لا زال الحمد لله محافظ على كثير من القيم والأخلاق والمبادئ العظيمة ودائما نقول انخليات بليات يعني لا يمكن إلا يكون الخير في وفي أمتي اليوم الدين هذا حديث نبوي أنه موجودة ولكن أعطيني آلية استخراجها من داخله عرفت؟ الآن هذه المهرجانات هذه الدورات هذه الفرص التي تتاح من مؤسسات المجتمع المدني هي من سيخرج هذه القيم ولكن بدنا طريقة بدنا آلية حتى نستخرجها من داخلهم الحياة ألهتهم بععدتهم بسبب ظروف زي ما قلنا كثيرة ولكن لدينا القدرة على إعادتها ما منطمع بتغيير 100% ولكن هي مبادرات هي محاولات يعني بركي يطلع الخير السنة إن شاء الله بلسعة أمل إن شاء الله رب العالمين حكينا عن المتطوعين نحكي شوي عن اللي رح يدربوا أو مثلا الدكاتر الموجودين في مختبر الشخصية مين هم؟ ونحكي لو سمحت بعد شوي عن الديوان ديوان لويك كمان مين هم الشخصية؟ تمام هلأ خلينا ناخد مرحلة مرحلة المختبر الأول مختبر الشخصية أو مختبر ديسك أنا سميته العيادة للأمانة هي فرصة أعطيت لشباب لويك ممن قدموا عدد من الساعات التطوعية والبرامج وإحنا عنا تدريبات بورشات تدريبية كانوا دائما هم مساعدين مدربين الآن تم تدريبهم على أن يكونوا مرشدين وتم تدريبهم على أنه كيف يقدموا خدمة الحوار مع المستفيدين فهم من شباب لويك اللي رح يقدموا ويرشدوا بالإضافة إلى مدربة متميزة حقيقة هي باكتشاف الذات لازم أقول صباح الخير روان لأنه عم تتعب معنا كتير وحضرت كتير هدايا كمان لطيفة فهي عجبني كتير اللي هي الهدايا تبث السعادة يعني أنا دائما بقولهم الكلمة الجميلة قد تعطيك طاقة إيجابية لكافة نار فعمنا نعطيهم الرشدة ونعطيهم رسالة سعادة فرسالة محبة رسالة إيجابية لأنه الفكرة فكرة الأمل هذا بالنسبة للمختار بالنسبة للديوان هي شخصيات أردنية محلية من كبار السن وللأمانة هم ليسوا بشخصيات معروفة لأنه هي مش طاب نعم وليست شخصيات خلينا أقول على درجات علمية عالية ولكنها شخصيات بسيطة تملك المحبة لهذا الوطن بدها تخدم الشباب من ضمنهم رئيس لأحدى الجمعيات من ضمنهم شخصية متميزة عملت مع المجتمع المحلي عملت مع أهالي منطقة يعني أنا مختار للحارة والناس اللي عندها تواصل يومي مع مشاكل الناس وأحاديثهم الموقع الثالث اللي هو المسرح حقيقة إنه السنة المدربين خارقين أنا دائما أسميهم لأنه عاملين بالمسرح على مدى يومين ففي عندك مدربين متميزين كمان رح يقدموا تدريب متميز هم ضمن شبكة مدربي لوياك الأردن نعم نحكي عن المسرح الرئيسي دائما يكون في حارات ويكون في المسرح الرئيسي طبيعة التدريب في المسرح الرئيسي من لوياك أشي مشاركتنا السنة بالمسرح الرئيسي حقيقة نسبته أحد على مدى يومين السبت رح يكون إنه وبرضو برجع بقول وكل يفخر بأنه هو التدريب الأول من نوعه عاملين زي ترينينج شو بقولهم دائما شبابنا ونرجع للقيم هيثم شبابنا زهعت التنظير وزهعت أدلت أقولها ما تسوي وهذا غلط فالآن عم نحاول نقدم المعلومة بطريقة مختلفة لترينينج شو رح يكون تفاعل بينهم وبين الشباب والحضور رح نتحدث عن لسعة أمل وبالمناسبة احنا أطلقنا عليها لعنة الأمل في هذا المسرح لأنه شبابنا الأمل عم يقف عند اللعنة من ضل نلعن البلد ما فيها زي ما قلنا ما عندي فرص أنا مش مش لاقي ما حدا بيجيب لي الواسطة تعرف كمية الإحباط اللي بيعانوا منها شبابنا فالترينينج شو هذا رح يعمل على أنه بكفي عايش مركينين امطلقوا فكروا بل شو غيروا ما بدنا نقف بنفس المكان لا تستنوا التغيير انت ابدأ بنفسك فكر شو بيزوط يعني لاحظ إذا مشيت أنا وياك مرة أخرى فهو دخل على مختبر الشخصية تعرف على نفسه أخده شتة انطلق على الديوان ثبت قيم ومن ثم انطلق إلى التغيير فالمدربين رح يكون فيه ألعاب جماعية رح يكون فيه تفاعل بين الجمهور رح يكون فيه مسيجات أو رسائل نتمنى أنها تصل إلى شبابنا لهذا العام اليوم الثاني هي فرصة لمواهب الشباب يعني انت انطلقت الآن فكرت أنا عندي موهبة فتم طرح برضو المسابقة على موقعنا وصفينا عدد من المواهب كانت اقترحنا السنة بأنه تكون لازم يكون فيه نص مكتوب من قبل الشباب كلهم عاملينه وهذا النص اشترطنا أن يكون يعالج ظاهرة اجتماعية محلية يعني بدنا هم يبلشوا يفكروا بمشاكلنا ويقترحوا حلول لها ففيه نصوص مسرحية رح تعرض وسكتشات بسيطة وفيه لجنة حكام رح نصفي على فائزين ثلاث فائزين الأول والثاني والثالث والنصوص طبعا لازم تكون رسالتها اجتماعية هادفة اشترطنا تعالج اشي يومي بصراحة زي مشكلة المواصلات البنية التحتية البطالة وغيرها من المشاكل المجتمعية جميل جميل يعني بصراحة كتير شو وقتين ويوم السبت والأحد موعدنا إن شاء الله في حدائق الحسين هي رح تكون على الأغلب المساء بعد الأربع من الأربع على التسعة ولا العشرة دقيبا فدعوة من خلال من برنا من هون من دنيا دنيا ومن رؤية لكل الأشخاص اللي عم بشاهدونا وكل الأشخاص اللي حبين انهم يشوفوا اشي جديد يتغيروا شوي شوفوا اشي إيجابي فكريستان بعنوان لسعة أمل هاي السنة سبتوا أحد في حدائق الحسين من الأربع على التسعة المساء ولا العشرة المساء شكرين زيارتك سيد سحار يعطيك ألف عافية شكرا إليك نشوفكم إن شاء الله إن شاء الله نستنعك يوم سبتوا لحد إن شاء الله شكرا على المتابعة ما تنسوا تشتركوا في القناة لحتى تشوفوا كل جديد